بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس معاني أسماء الله الحسنى وكما قلنا لكم أن هذا الدرس مقسوما على جزئين أخذنا الجزئية الأولى في الدرس الماضي واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ الجزئية الثانية بحول الله وقوته دعونا إخواني وأخواتي أولا نتذكر ما مر معنا في الدرس الماضي فقد مر معنا هذا الجدول والذي سنحدد فيه أو سنستخرج فيه من الآيات اسم من أسماء الله الحسنى قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير فقد قلنا أن اسم الله سبحانه وتعالى هو اسم أحسنتم نعم القدير قوله سبحانه إني بما تعملون بصير الإسم هو أحسنتم نعم البصير قوله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الإسم هو أحسنتم نعم اسم الكريم وأخذنا أيضا في هذا الدرس وعرفنا أننا أو أن معرفتنا لأسماء الله أو لمعاني أسماء الله الحسنى أنها تزيد إيماننا وتزيد إيماننا وكذلك تزيد محبتنا لله تبارك وتعالى وأخذنا إسم من أسماء الله الحسنى وعرفنا معناه وهو اسم الرحمن قد قال سبحانه الرحمن علم القرآن فعرفنا أن اسم الرحمن أحسنتم نعم الذي اتصف بالرحمة الواسعة وأخذنا أمثلة على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده فمن تلك الرحمات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده هو أن أرسل الرسل إليهم فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم هذه رحمة بعباده رحمة من الله عز وجل بعباده لماذا؟ لأنه بهؤلاء الرسل وبهذه الكتب يخرج الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى النور والهداية والإسلام أيضا أخذنا أن من أمثلة رحمة الله بعباده أن أنزل عليهم المطر فإن إنزال المطر فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده لأنه بإنزال المطر تحيى الأرض وترتوي ويحيى العباد والبلاد والبهائم والنباتات فإنزال المطر هو رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده وأيضا تشاركنا كذلك في ذكر بعضا من آثار رحمة الله بعباده فذكرنا أن من ذلك نعم أحسنتم تعاقب الليل والنهار فإن في تعاقب الليل والنهار رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده فلو كان النهار هو السائد أو كانت السنة كلها نهارا أو كانت السنة كلها ليلا لا تعب الناس ولا لحقهم المشقة ولكن بتعاقب الليل والنهار فإن هذا رحمة من الله بعباده أيضا من ذلك أحسنتم نعم ذكرنا الرخص في العبادات فرخصة التيمم حينما لا نجد الماء رخصة المسح على الخفين إذا لبسنا الجوربين أو الخفين كذلك القصر في الصلاة الرباعية بالنسبة للمسافر إفطار الصائم بالنسبة للمسافر كل هذه رخص من الله سبحانه وتعالى لعباده وذلك من رحمة الله عز وجل بعباده الآن نستكمل بقية الدرس ونأخذ أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وهو العليم القدير فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى القدير فما معنى القدير معنى القدير إخواني وأخواتي أي الذي اتصف بالقدرة الكاملة فالقدرة الكاملة هي لله وحده سبحانه فالقدرة الكاملة لله سبحانه وتعالى وحده لا يشاركها فيه أحد عز وجل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذه من قدرة الله سبحانه وتعالى الكاملة التي لا تكون إلا له عز وجل الآن نريد أن نذكر أمثلة على قدرة الله سبحانه وتعالى فمن قدرة الله عز وجل أنه يجيب ماذا؟ أحسنتم نعم أنه يجيب الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ إذن فالله تبارك وتعالى هو القادر على إجابة الدعاء الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء يتضرع إلى الله بالدعاء فيستجيب الله سبحانه وتعالى له لأنه القادر على إجابة الدعاء وعلى تلبية الدعاء لعبده وقضاء حوائجه أيضا إخواني وأخواتي من أمثلة قدرة الله سبحانه وتعالى أنه قادر عز وجل على عقوبة من عصاه فالله تبارك وتعالى هو القادر سبحانه وتعالى على إنزال العقوبة على من عصاه في الدنيا قبل الآخرة وهذه من قدرة الله تبارك وتعالى لذلك يحذر الإنسان ويحذر المسلم والمسلمة من معصية الله سبحانه وتعالى ومما يغضي بالله عز وجل لأن الله عز وجل هو القادر على عقوبة من عصاه أيضا نستطيع أن نستنتج أمثلة أخرى على قدرة الله سبحانه وتعالى فنقول أنه القادر على ماذا؟ أحسنتم نعم وبارك الله فيكم أنه القادر على إنزال المطر فإنزال المطر هو من قدرة الله سبحانه وتعالى ربما يمر السحاب ويكون هذا السحاب مملوءا بالرعد وبالبرق ومع ذلك لا ينزل المطر لأن الله لم يأمر بذلك وإنما نزول المطر هو بيد الله سبحانه وتعالى لأنه القادر على ذلك عز وجل والأمثلة على قدرة الله سبحانه وتعالى كثيرة فإن الله سبحانه وتعالى هو القادر هو القادر عز وجل على الخلق هو القادر على الرزق هو القادر على الإحياء هو القادر على الإماتة هو القادر سبحانه وتعالى على التصرف في هذا الكون كيفما يشاء عز وجل لأن له القدرة الكاملة سبحانه وتعالى الآن نريد أن نذكر كذلك أمثلة لقدرة الله سبحانه وتعالى فنقول أن من قدرة الله عز وجل نعم أحسنتم خلق الإنسان فإن الله عز وجل هو القادر على خلق الإنسان من كونه نطفه ثم يكون علقه ثم يكون مضغه إلى أن يخرجه طفلا إلى أن يكون في سن الشباب إلى أن يشيخ إلى أن يموت فالله عز وجل هو القادر على خلق الإنسان أيضا من قدرة الله سبحانه وتعالى كما قلنا إحياء الموتى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي الموتى حينما ينفخ إسرائيل حينما ينفخ إسرائيل عفوا النفخ الثانية فيقوم الناس من قبورهم ويساقون إلى أرض المحشر فهم أموات ومع ذلك يحييهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى للحساب والجزاء أيضا من قدرة الله سبحانه وتعالى بعث من في القبور فيخرجهم من قبورهم ويحشرون إلى أرض المحشر أيضا نريد الآن أن نأخذ إسما آخرا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فقال سبحانه إنه هو السميع البصير فمن أسماء الله تبارك وتعالى البصير ومعنى البصير إخواني وأخواتي أي أن الله عز وجل يبصر ويرى كل شيء جل جلاله فالله تبارك وتعالى يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء هذه لن يستطيع أحد أن يراها إلا الله سبحانه وتعالى تخيل نملة صغيرة سوداء على صفات صماء في ليلة ظلماء لن يستطيع أن يراها إلا الله تبارك وتعالى وهذه من قدرة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يستطيع أن يرى عبده في أي مكان وعلى أي حال كان فالله سبحانه وتعالى يرى عبده إن كان مطيعا أو إن كان عاصيا لذلك من عرف معنى هذا الإسم فإنه يخشى الله سبحانه وتعالى ويراقب الله عز وجل في حركاته وفي سكناته وبهذا يصل إلى مرتبة أحسنتم الإحسان التي هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى كأننا نرى فإن لم نكن نرى فإنه يرانا عز وجل فحينما تعلم أن الله هو البصير فإنك تراقب الله عز وجل في حركاتك وفي سكناتك فتخشى الله وتخاف من عقوبته الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى التقويم ونتشارك سويا في حل السؤال الأول يقول ما الذي نستفيده من معرفة أسماء الله نستفيد من معرفة أسماء الله عز وجل نعم أحسنتم وبارك الله فيكم أنها تزيد في إيماننا وفي خشيتنا وفي خوفنا ورجائنا ومحبتنا لربنا جل جلاله إذن فحينما تعرف معاني هذه الأسماء يزيد عندك الإيمان يتزيد عندك الخشية يزيد عندك التقوى يزيد عندك الخوف إلى الله عز وجل يزيد عندك الرجال قال الله سبحانه وتعالى تزيد محبتك لله عز وجل ننتقل إلى السؤال الثاني وهنا نستدل بدليل واحد لما يلي أن من أسماء الله الرحمن فدليله في القرآن قوله عز وجل نعم أحسنتم قال سبحانه وتعالى في صورة الفاتحة الرحمن الرحيم فهذا دليل على أن من أسماء الله الرحمن كذلك في قوله في صورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن أيضا في الفقرة الثانية أن من أسماء الله القدير فقد ورد هذا الاسم في أكثر من موضع في القرآن فمن الآيات التي ذكرت هذا الاسم قوله تبارك وتعالى أحسنتم نعم في صورة الروم وهو العليم القدير إذن فمن أسمائه عز وجل القدير إذن إخواني وأخواتي ننتقل الآن إلى السؤال الثالث أختار من العمود با ما يناسبه من العمود ألف معنى الرحمن ما هو أحسنتم نعم معنى الرحمن الذي اتصف بالرحمة الواسعة معنى القدير أحسنتم نعم الذي اتصف بالقدرة الكاملة معنى البصير نعم بارك الله فيكم أن الله يبصر ويرى كل شيء جل جلاله إذن إخواني وأخواتي هذا ما لدينا في هذا الدرس بشقيه أو بجزئيه الأول والثاني وأتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس وبإذن الله نلتقيكم في دروس قادمة وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر